المقاتل الصحراوي من شجاعته أنه يستطيع أن يتسلل إلى القواعد العسكرية المغربية ويسرق العشاء لناصبين الجنود المغار أية شجاعة تنهاته في المقاتل الصحراوي أية شجاعة من أين أتى هذا المقاتل الصحراوي بهذه الشجاعة حيث أنه كان يذهب كانوا يسكرون العشاء أستاذ كانوا يسكرون العشاء نعم كانوا يسرقون للجنود المغاربة العشاء كانت هذه الكتابة فضيحة وهذه الشجاعة لعدده هذا أختي رويذي الكليب مرة أخرى كيهين وكيستفز البولزاين وهذا الفيديو نجبرتون عشرين واحدين من البولزار في واحد مجمع واتسابي وكاتب عليه واحد عنصر من البولزاريو برقم جزائري كاتب عليه حرق شفيف ميك بحركة كيسب الرويذي الكليب كيفاش هاد مقاتلي البولزاريو يجو يقتاهموا بين القوسين حسب كلام الرويذي الكليب القواعد والتكالات العسكري المغربية عوض يأسروا جنود المغاربة عوض يحروا هاد الأرض اللي كيددعوا على أنها هي محتلها المغرب يمشوا يسرقوا يعشاء جنود المغاربة وانا بصراحة كلاب الرويذي الكليب هذا شبهتوا وتخيلتوا كيف داك الكلب اللي يدخل متسلل ديور ويسرق الاغذاء وليسرق العشاء حد داخل قاعدة عسكرية مغربية ومتسللها كيف يقولوا بالرويذي الكليب يأسر مغاربة يأسر جود مغاربة ياخد العتاد العسكري يعود غنائم البوليزاريو من هذا العتاد داخل يسرق يا أخوتي العشاء داخل يسرق ما يوكل هذا الرويذي الكليب يقد يعود هذا الكلام سامعه من حد تاني يحاكيه لو واحد من مقاتل البوليزاريو الله يعلم ولكن التفسير للرويذي الكليب ما هو يقد إنسان ياخده بعين الاعتبار لأنه شجاعة عند مقاتلي ميليشيات البوليزاريو هذا شدة جوع عناصر البوليزاريو الجوع اللي عايشين فيه لا في السبعينات لا في الثمانيات لا في التسعينات لا حتى في الألفين لا حتى اليوم وإحنا أخوتي كنت تكلموا اليوم على ساكنة مخيمتي لوف كيعيشوا على شبح المجاعة بكل ما تحمي الكلم معناه راني كنت تكلمش من فارغ راني كنت تكلم على شي عندي له أنا دليل تابت وقاطع لأنه ساكنة مخيمتي اندوف اليوم كيعيشوا في قمة المجاعة اسباب الشيء رغم أنه هذه المنظمات والدول مانحة والجمعيات وكذا يجيبوا لهم المساعدات الغذائية يجيبوا لهم حتى المال ولكن قيادات ومسؤول البوليزاريو عادوا يبيعوا كل شيء كل شيء اللي عادوك يبيعوه يبيعوا المساعدات الأموالي يزرقوها في حساباتهم البنكية حتى دوك تركة صغيري اللي خلاقها في المخيمات هذو الأطفال اللي يباعوا للعائلة الإسبانية احنا يخوتي مقبلين على شهر سبعة وثمانية وتسعود وغير بداش ينقلوا عطال السلام وغيرودوا هذو التركة اللي خلاقها في المخيمات ينطلقوا من المخيمات يندوف من المطارات الجزائرية يمشوا للإسبانيا ويتوزعوا عن العائلة الإسبانية اللي دافع طالبات بالأجل تبني بعض الأطفال وكشروهم بأموالي احنا أخوتي كنت تكلموا على النساء اللي كيتوزعوا على القواعد والتكالات العسكرية الجزائرية ويعدلوا فيهم الجنود الجزائرية الخسر مع كامل احترام اي حد هذا ديرها حقيقة وانا مضيش تتكلم عن هذا الأمر ولانه حقيقي وعندي له الدليل النساء بطوشيات في المخيمات يندوف بضبط الشابات كيتوزعوا على القواعد والتكالات العسكرية الجزائرية من أجل ممارسة الجنس معهم هذه راح حقيقة نتكلموا على انه مخيمات تندوف اليوم كتعيش المجاهة وأزيد تأكد لكم هذا من خلال تسريبات صوتية واللي تكلم واللي قال على انه راه وجيعان وعلى انه ما عنده شي في المخيمات تجيل بطوشيات تضغط عليه الزمضف فويمك لا تتكلم عيش مدلولا مقهورا في مخيمتين تتكلم القطعو عليك المساعدة نهائيا وحتى الشرب القطعو عليك ولما حشمتين دخلوا اكسجين ذهبية حياكم الله ويح الشعب المغرب العظيم الناس اللي عايشة برده اهم متبونك ولا ترعي ويجي لها كلا يجي شعر ونص ونص وشعرين هاتية ولو جاي بقع اخبار للمجتمع ونجي عاد الناس تروح مات عشات الله يا اخوية خاكم العائلات وحان يقول لك كل حنبار بعشرين ألف واثنين وعشرين ألف الاتمي كل الجيش بطن عشر ألف شزيرية بطن عشر ألف شزيرية كاخت البيض باربط عشر ألف بخمس عشر ألف البيض بخمسمية درجة جزيرية ايه وخاق العائلات بلا موعدة عند الاعلاقات من ايه على مليلات ما عندما توقع ذاك كيلو من الادس والله كيلو من اللوبيا وبطاقة من الزيت واثمانية كيلو من فرين والله سبع كيلو والله ستة شيء ثاني موخر نظام للجاي وخاقات العائلات بلا موعدة وخاقات العائلات شهد وخاقات وخاقات هجاجيل ما عنده شيء ما خالق ترى هجالة عندها تشرين وثلاثة سقال ومولا خيمة همر بلا موعدة ودقوا اللو فرضهم يستولوا بلا موعدة بلا موعدة بلا موعدة بلا موعدة وخاقات العائلات وخاقات العائلات ونحن نزل ونحن نزل ومن ثلاثة ونحن نزل ونحن نزل ونحن نزل كنان وخاقات العائلات وخاقات العائلات الناشدو هاي ضريك هاي ضريك العيلة الحالة هذي هي الفين وعربعة وشرين في المخيم وثقبت خيمتهم وتوفى لهم يشير في الحريق والمسؤول اللول عنهم والمسؤول الدائرة والوالي وبراهيم غالي وقيادتك وخرصو خرصو هذي العيلة دعي في أخوتي خرصو ذا الصبي شوفوا هذا هاي بحالة شهينة صراحة وفاصلين في المساعدة ونطربوا من المحسينين يا أخوتي يعاونوا هذي العيلة الدعيفة اللي حالهم ذا هو جزاكم الله خير ياهل الخير